بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله قبل أن نلقاه وبعد أن نلقاه والصلاة والسلام على أشرف خلق الله قال تعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وصيام شهر رمضان المعظم ليس الإمساك عن الطعام والشراب وعن كل ما حرم الله وكم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدعى طعامه وشرابه ومن مقاصد الإسلام عموما استقامة السلوك والعمل الصالح مع الناس وحينه سأل أحد الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام يا رسول الله أجابه صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم وللاستقامة معاني كثير جليلة منها منع النفس عن المعاصي ومنعها عن الشبهات ومنعها عن الإكثار من الشهوات وقد قال تعالى ومن أصدق من الله قيله وأما من خافه مقام ربه ونهى النفس عن الهوى والهوى هو ما ترغب فيه قوى النفس مما يخالف الحق والنفع الكامل ومن مقاصد الإسلام مجاهدة النفس ومعالجتها حتى تفذي إلى تزجيتها وتصل بها إلى الفلاح وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سئنه عن الجهاد قاله ابدأ بنفسك فجاهدها وابدأ بنفسك فأعزها لأن هذا الشهر الذي عظمه الله هو شهر مجاهدة النفس وتزجيتها لا يجب أن يكونه فرصة للإحتكار والترفيع في الأسعار وهذه مناسبة اليوم وفي هذه الليلة المباركة لدعوة التونسيين والتونسيات إلى التخفيض في الأسعار ومقاطعة كل من يسعى إلى المضاربة والاحتكار وليأخذ كل من هو قادر بيد المحتاج نستقبل هذا الشهر المعظم الذي أنزل فيه المولى سبحانه وتعالى القرآن الكريم داعين الله أن يتقبل منا سيامنا وقيامنا ومبتهلين إلى العلي القدير أن ينصر إخواننا في فلسطين وينصرنا وينصرهم على الصهائين الغاصبين حتى تحرير كل فلسطين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وأن تجتمع الأمة كلها على كلمة سوى حتى تضع حدا لهذا الإجرام ولحرب الإبادة والتجويع فبالأمس فقط قذل عشرات من الجوع والعطش تحت عنذار العالم إلى جانبي من ارتقوا شهداء أو أصيبوا بالقصف الهمجي في كل مكان اللهم يعرب انصرهم نصرا مبينا وأن ينصركم الله فلا غالب لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته